اشتركوا في القناة جزء من خلفية الأصوات كلها تستطيع فصله إن شئت أو النظر إليه عن قرن هل راقبت الماء يقطر يوما؟ مراقبة الماء يقطر من حنفية لفترة قويلة يقلل شيئاً فشيئاً من قدرتك على التمييز بين الوفرة والندرة قطرات المياه بلا شك دليل قاطع على وجوده لكنك لا ترى إلا هذه القطرات القليلة فيساورك الشك وتشعر أن الفترة الفاصلة بين القطرة والقطرة تطول وكأنها لن تنتهي أبداً فتقول كانت القطرة الأخيرة وتنتظر هل فكرت يوماً بتأنيف الماء؟ كأن تقول تقطر الماء وليس يقطر الماء كما عتت أن تقول إن لغوياً اسمه اسماعيل بن حماد الجوهري يقول في تعريفه لأصل كلمة الماء شيئاً عن إبدال الهمزة من الهاء لأن الأصل موهن ويجمع على أمواهم في القلة ومياهم في الكثرة وإذا صغرته قلت مويه وأما إذا أردت تأنيثه قلت ماء إذن فالماء يقطر أما المياه فتقطر تقطر من الكثرة تضطرب الرؤية قليلاً قبل أن ترى قطرة جديدة تتشكل المشكلة أنك استغرقت في التربص والتفكر وازددت شكاً رغم أن قطر الماء لم يتوقف أو يتخامد بعد وغفلت عن الماء الذي إن استمر يقطر فبيوسعه غمر كل مكان حولك وهاهو ألا ترى؟ خيط ماء رفيع يسيل تحتك لم تلحظه لانشغالك بفترات الانقطاع التي وبلا شك قد حدثت فعلاً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر